ننتطار قبلك يا أبو منصور مع أبو منصفر نقول لعلكم تقططعوا من وقتكم وتجونا في هذه الإمكانيات المسخرة من قناة الواقع لتقدمون ما يفيد مشاهد قناة الواقع شيء لمشاهدين حاصلية لكن قبل ذلك من السكرة أبو خير شكرا أبو نولا عافية يا هلا ومرحبا حياكم الله طبعا أنا غالبا إذا ظهرت في قناة أركز على المقدم فأرى إلى لغة الجسد عنده وإلى طلاقته وإلى إدارته للحوار فأركز على اليوم لأنه ابن عم فطولت لنا طبعا كما قال صلى الله عليه وسلم يعني فرح صلى الله عليه وسلم بتميز خاله فقال هذا خالي فليري كله برئ خاله فيفرح الإنسان للمسلمين كلهم والأقربون أولا بالمعروف فشكرا لك على التميز شكرا لك على الأداء الرائع على مخارج الحروف الرائعة والمميزة أما ما يخص غوث فبلا شك كل مننا يعلم أن الإنسان يولد ولديه جينات ولديه طبيعة إن أدار هذه الطبيعة خير إدارة فإنه سيكون إنسان إيجابي إنسان مقدام إنسان معطاء خاصة إذا توفرت له الإمكانيات وتوفر له العلم وتوفر له كذلك المساندة من البيت ومن المجتمع بأن يهيئ له بعد توفيق الله بأن يهيئ له الجو المناسب للإبداع والانطلاق فبلدنا المعطاء بلا شك أن محاضنها التربوية وكذلك مجتمعاتها وتربية جيل آبائنا وإن كانوا لم يتعلموا ولكنهم يعظمون العلم ويعظمون طلب العلم فكانوا يشهرون ويعملون في المهن المتعبة من أجل أن يخرجوا أبناء متعلمين وصلوا ببلادهم إلى المراكز العليا في جميع المجالات ففكرة غوث أو فكرة العمل التطوعي كأول فريق تطوعي عربي وليس سعودي فقط نعم وهذا مسجل عام 31 لم يكن في العالم العربي أي فريق بحث وإنقاذ مسجل تطوعي إنما جميع الأعمال الارتجالية فزعة كما يفعل العرب كما هو عند الناس كلهم ولكن أول من بدأ بدرة تسجيل فريق تطوعي هو غوث فانطلقت في الاتحاد العربي للرياضات الجوية كفريق طيران شراعي يمارس البحث والإنقاذ بالطائرات الشراعية والبحث البري بالسيارات طبعا إنشاء غوث كان عام الفكرة عام 27 1427 والتنفيذ عام البداية والانطلاق عام 28 فأنا مودي أنطلق أترك المجال للتعليق للحبيب نعم فبدأت الفكرة عام 28 كعمل مؤسسي رسمي أبو ناصر إذن الآن تعرفنا على أول فريق عربي للبحث والإنقاذ هو من السعودية وهذه مفقرة نعم صحيح لكن كيف بدأت الفكرة هذه مع أبو ناصر طبعا الجميع مننا وأجزم خاصة اللي هم في سني ومن قبلنا هم طيب لكن عندما توظف من هو في سني فالراتب يكفيه أن يبحث عن وظيفة ثانية فيكون عنده فراغ خاصة إذا كان قريب من والديه وإخوانه كثر فلا يحتاجونه والديه بكثرة فإنه لديه متسع من الوقت يريد أن يملأه بطاعة بعمل متعدي وأفضل الطاعات هي الأعمال المتعدية ماشا الله فكنا إذا نزل المطر وأتى الخير في المكاشيت إذا شفنا مغرز وإذا شفنا حد الناشب فزعنانا ففي عام 1427 كلفت مدير نادي صيفي في المحافظة المزاحمية وما كنت أريد وما كنت أريد لأنني مدير سابق وقلت في نفسي لماذا أرتبط أيضا في الإجازة لأنه تطوعي تقريبا للعمل ماشا الله فكانت المحافظة اللي أنا فيها محافظة المزاحمية لا يريد أحد أن يمسك النادي الصيفي عام 27 فأخذتها فزع على قولته قلت نبدأ مدى ما في أحد أفزع ولا أنا ما كنت يعني لا أجد نفسي فيها توفيق من الله سبحان الله فكان معي أول مرة أجرب العمل الجماعي أول بالحالي في موطري فلما كوننا فريق عمل معلمين وطلاب جامعة وطلاب ثنوي وضعنا نحط المسابقات للطلاب سواء المسرح والتمثيل المسابقات الرياضية نأخذهم إلى عالم الثلج في الرياض نأخذهم إلى نضع فعالية اسمها مكشات يعني خيام في ساحة المدرسة وشب الضو وعلوم رجال ما تجهلكم فنجح نجاح باهر أنا ما صدقت حتى العام الثاني أخذت أفضل مدير نادي صيفي في محافظات الرياض و أنا جديد و سلمت هذا و كرمت و أنا جديد على الكار على قولته فقلت مادام استفدت من هذا العمل أن العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي لازم أنا أبحث لي عن مجموعة ننشأ عمل تطوعي جديد و يساعدوني أنا بالحال يمكن ما أقدر ما أستطيع نعم نعم فبحثت في الأعمال التطوعي في وجدتها ما شاء الله مليانة طيب فأثناء وأنا أتفرج على في إحدى القنوات المحافظة على فيلم وثائقي فإذا في أوروبا إذا أصابتهم أعاصير أو زلازل تجمعوا ما يقارب تسعة أو عشرة و كونوا فريق قاد يساعدون ذا اللي من ها الدم بيت و يطلعوا لها ثاثة و اللي موت رهناشب و اللي فيلم فقلت بصوت مرتفع قلت حن أولى تسمعني أم ناصر و عيالي قلت هذه أي أنتها لقيت اللي أنا بي و ش العلم قلت خلاص العلم في راسي فبدأت أطرحها على زملائي أطرحها فلم يتقبلها كثير من الناس قالوا يا أخي هذا شغل الدفاع المدري أنت صاحي جديد يا رجال أنت ما أنت بلاقي فرصة أنت ما لقيت في المجالات الثانية مثل مثلا الإغاثة و توعية الجاليات أنت هنا ما أنت بلاقي قلت يا جماعة الخير في أمريكا و في أوروبا قالوا فعدت على طلاب حقين النادي الصيفي اللي نجحتنا و إياهم فوش رأيكم قالوا معك فبدأنا ثم بدأت آخذ دورات داخل المملكة و خلاص صرت أحوش على قولتهم أعطي البيت حقه و أنا حوش ثم بدأت في دورات سواء إيلندا روسيا بريطانيا دول خليج دول عربية حتى أبشركم أخذت مدرب أو شي طيار شراعي ثم مدرب طيران شراعي من منظمة بريطانية و من الاتحاد سعود الرياضة الجوية ثم أصبحت رئيس لجنة الأمن السلامة في الاتحاد سعود الرياضة الجوية و مؤلف كتاب و مالك مدرسة ثم فتحت محل تدريب غوص مركز غوص لتدريب الغوص ثم مدرب غوص ثم مركز تدريب الإسعافات ثم مدرب إسعافات أولية ثم مدرب مدربين ثم مؤلف الإسعافات الأولية و في الصحة و السلام المهنية إلى مدرب مدربين و كذلك في الماستر الماجستير معنا السيرة ترى باشار الله تبارك الله على أطر الشريف واصلة كمّل هي بتعرف ثم عدت على طلابي و أدربهم مجانا لأنني أنا تكلفت و من أتانا في الفريق قلنا مكفي لا تدفع ولا ريال طيران غوص إسعافات بحث ثم انطلق فريقه من ثلاثة أو أربعة في المزاحمية إلى تخطينا الآن الستة الاف متطوع و متطوعة في المملكة كلها ماشا الله في عام أربعة و ثلاثين قدمت على سمو وزير الداخلية فتبنى الفريق تبني رسمي فريق غوث متبنى رسمي من سمو وزير الداخلية ثم اعتمد من الاتحاد السعود الرياضات البحرية كنبحث في البحر و كذلك من الاتحاد السعود الرياضات المعدلة ثم من الإيفار الأمريكية ثم من الهايفلد البريطانية ثم حتى حصلنا على 16 اعتماد دولي و محلي في أول فريق عربي خرج من رحم بلاد التوحيد بلاد العرب مهبط الوحي ما عليكم زود ما عليكم زود جعلكم تسلمون و ترى أبو ناصر جعلكم تسلمون جعلكم مهبط الوحي